المجلس العسكري الانتقالي في السودان يدعو موثل الحركة المدني لاجتماعا اليوم حول المرحلة الانتقالية واشنطن تدرس الوضع في تركيا بعد الاعلان عن اعادة الانتخابات البلدية في اسطنبول مشرع طالب واصابة اخرين في حادث اطلاق نار بمدرسة في الولايات المتحدة الامريكية السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرينتش موجز اخباري يأتيكم من القاهرة اهلا بكم دعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان ممثلي الحركة الشعبي الى اجتماعا اليوم الاربعاء حول ترتيبات الفترة الانتقالية وعلى المجلس العسكري في مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم انه يثمن الوثيقة الدستورية والتي قدمتها قوى اعلان الحرية والتغيير الا ان لديه ملاحظة على بعض النقاط مطالبا بادخال بعض التعديلات في هذه الرؤية والتي وافق على كثير من نقاطها في معلات قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين تسلمهم رؤية المجلس العسكري الخاصة بهياكل واختصاصات وسلطات المرحلة الانتقالية اكدت وزارة الخارجية الامريكية ان واشنطن تدرس عن كثب ما يجري في تركيا بعد الاعلان عن اعادة الانتخابات البلدية في اسطنبول وقال متحذن باسم وزارة الخارجية الامريكية ان العملية الانتخابية الحرة والنزيهة والشفافة هي ركيزة اسية لاي ديمقراطية لافتاني لانه في حال اقراء عملية الانتخابات الحرة يجب ان يتم احترامها من قبل جميع الاطراف وذلك حتى يتم الاعتراف بارادة الناخبين عبر النتائج اكد وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ان زيارته الى العراق جاءت على خلفية التصعيد الايراني في المنطقة وخلال زيارة قصيرة للعراق لم تستغرق سوى اربع ساعات فقط اجتمع بومبيو مع رئيس الوزراء عدل عبد المهدي وغيره من كبار المسؤولين وذلك في ظل تصاعد التوتر ما بين الولايات المتحدة وايران وارسال واشنطن لحاملة الطائرات ابراهام لينكون الى الخليج وذلك فيه تهديدا لايران تظاهر المئات من طلاب الجزائرين في العاصمة ومدن اخرى مطالبين مجددا برحيل النظام وكافة رموزه ووزع طلاب بيانا اعلوا فيه رفضهم لمبادرة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح لتنظيم انتخابات الرئاسية في يوليو المقبل كما رفع المتظاهرون الشعارات تؤكد مواصلة احتجاجاتهم لقى طالب المصرع واصيب السبعة اخرون في حادث اطلاق نار بمدرسة في ولاية كورادو الامريكية وقالت السلطات المحلية انه تم القبض على شخصين يشتبه في طورتهما في اطلاق النار اشتركوا في القناة انتهى الموجز الاخباري لمزيد من الاخبار تابعه دو من موقعنا الاخباري اكسل نيوز داتي بي الى اللقاء اشتركوا في القناة